وإلى أخبار الاقتصاد مع أولئك تفضلي أولا شكرا مساء الخير مساء الخير مشاهدين النشر الاقتصادية من قناة السما والبداية بالعناوين بمشاركة سوريا انطلاق أعمال مؤتمر الفاو الثالث والأربعين في العاصمة الإيطالية روما إضراب عمال موانئ كندا يهدد بعرقلة التجارة الأسواق العالمية تترقب تداعيات إضراب يشل نحو ثلاثين ميناء أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنة أهمية التعاون بين الدول لمواجهة أثر التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي مشيرا إلى ضرورة تعزيز التجارة البينية بين الدول وتنفيذ برامج ومشاريع إقليمية ولفت الوزير قطنة في كلمة أمام المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو بدورته الثالث والأربعين في روما إلى أهمية عقاده في هذه المرحلة لمواجهة أثر التغيرات المناخية والسعي لتحقيق الأمن الغذائي والمائي مشيرا إلى ضرورة التعاون للوصول إلى إنتاج وبيئة وتغذية وحياة أفضل للسكان أعتبرت المؤسسة السورية للحبوب أن موسم القمح لهذا العام مبشر وأفضل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تتواصل عملية تسويق القمح في كل المراكز بالتزامن مع نقل كميات لا بأس بها إلى مراكز الحبوب وذكر مدير المؤسسة عبداللطيف الأمين في تصريح لصحيفة الوطن المحلية أن تسليم ثمن الأقماح للفلاحين يتم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى لافتا إلى أنه بمجرد تجهيز القوائم المحاسبية المتضمنة أسماء الفلاحين الذين قاموا بتسليم محصولهم في مراكز الاستلام يتم إرسال القوائم إلى المصرف الزراعي ليتم صرف ثمن الأقماح هذا وتم رصد مبلغ ثلاثة آلاف مليار من أجل دفع قيم المحاصيل المسلمة للفلاحين وصلت الكميات المسوقة من بذار القمح لصالح فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعة حتى اليوم إلى 2420 طن إضافة إلى 177 طن من بذار الشعير واستمر الفرع في استلام محصولي القمح والشعير من الفلاحين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث اقتصرت العطلة وعلى أول أيام العيد ويمتلك فرع إكثار البذار كتلة مالية كافية لصرف مستحقات الفلاحين بسرعة المطلوبة عن طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني بمدينة إزرع أعلمياً وإثرى تواصل الاحتجاجات وأعمال العنف والتي تطال مؤسسات وممتلكات عامة وخاصة في عدة مدن فرنسية يخشى قطاع السياحة في البلاد تدهور صورة فرنسا وخسارة الموسم السياحي هذا وحقق القطاع السياحي الفرنسي أكثر من 58 مليار يورو في العام الماضي لكن الموسم الحالي معرض لانتكاسة كبيرة في حال استمرار التدهور والاحتجاجات بينما هناك من يحذر من كارثة مقبلة وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن قطاع السياحة يخشى تدهور صورة فرنسا وأضافت أن التأثير يبدو هذه المرة أكثر إلحاحا مما كان عليه خلال تظاهرات السترات الصفراء أو التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد وبالتوازي تم اعتقال سبعة أشخاص من بينهم ستة قاصرين خلال أعمال شغب ليلية في لوزان بسويسرا وفقا لتقرير 20 مينت نقلا عن الشرطة فإن المتظاهرين استلهموا من أعمال الشغب في فرنسا المجاورة وتم تداول دعوات للنزول إلى الشوارع على مواقع التواصل الاجتماعي وهجم المتظاهرون المحلات التجارية ورجال الشرطة هذا وأعلن مطار جينيف أن جميع الرحلات المقررة بين الساعة السادسة والعاشرة صباحا قد تم إلغاؤها بما أثر على حوالي ثمانية آلاف مسافر بسبب إضراب للعمال الموظفين في المطار وأعلنت نقابة العاملين في قطاع الخدمة العامة أن هذا العمل يأتي ردا على هيكلة جديدة للرواتب أعلنتها الإدارة وفي سياق الاحتجاج نظم نحو 250 عاملا في المطار احتجاجا خارج مطار جينيف ثاني أكثر المطارات ازدحاما في سويسرا ويشمل الإضراب العاملين في مجال الأمن ومراقبة جوازات السفر وفي كندا يهدد إضراب في موانئ البلاد على المحيط الهادئ بتعطيل تجارة بملايين الدولارات وزيادة الضغوط التضخمية على اقتصاد الدولة العضو في مجموعة السبع حيث يتدفق عبر موانئها الغربية نحو 25% من إجمالي البضائع المتداولة توقف عدد كبير من الموانئ على الساحل الغربي لكندا عن العمل بما في ذلك أكبر ميناء في البلاد يقع في فانكوفر على خلفية إضراب في نحو 30 ميناء من شأنه تعطيل النقل الدولي للبضائع هذا ودخل الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات الذي يمثل أكثر من سبعة آلاف من عمال الشحن والتفريغ إضرابا بعد فشل مفاوضات بوساطة فدرالية بشأن عقد جماعي جديد تجري محادثات منذ شباط فبراير ليحل محل الاتفاق القديم الذي انتهت صلاحيته مع نهاية شهر آذار مارس يظهر الإضراب أن العمال لا يتزعزعون عن مطالبهم بزيادة الأجور في ظل ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين وتزيد الاضطرابات ضغوط الأجور وتعطل سلاسل التوريد مما يرفع تكاليف الشركات والأسعار للمستهلكين مع احتمالة إعاقة ذلك للتقدم المنحرز على صعيد تهديئة التضخم سيكون الاضطرابات تأثير سلبي على بقية الاقتصاد إن جميع مكونات الصناعات الكندية تمر عبر الغرب غالبا عند نقل المنتجات سيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم والصعوبات التي تواجه الاقتصاد وأموال الكنديين العاديين يتدفق ربع إجمالي البضائع في كندا عبر هذه الموانئ الغربية وهو ما يمثل أكثر من 800 مليون دولار كندي من السلع يوميا وتعد عقود العمل وأتمتة الموانئ وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسة وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن وفي حال استمراره قد يكون له تداعيات كبيرة على سوق أمريكا الشمالية والسوق العالمية في سياق منفصل تراجع معدل التضخم في سريلنكا إلى 12% في حزيران يونيو الجاري وفق ما أظهرت بيانات بحيث بلغ أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي وتراجعت حدة الأزمة مع إبرام الحكومة السريلنكية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي إثر حصول حكومة رانيل ويكمسين على دعم خطة إنقاذ قدرها حوالي 3 مليارات دولار من صندوق النقد في أذار 2022 بمجب برنامج مدته 48 شهرا هذا وكشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خطة لعادة هيكلة الديون تضمن خفضا بنسبة 30% على السندات المقومة بالدولار ختام الاقتصادية شكرا لكم على المتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع نيزار شكرا فتنوزا